نروح بقى للكرة الشاطئية رفض الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي ومش عارف ليه خوض وديات كثيرة في معسكر المنتخب الأخير استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر لها في ورائل المكمل طبعا لطولة في الإمارات واكتفى لطفي بمواجهتها اليابان والمكسيك وديا على هامش انطلاق المعسكر الختامي لمنتخب مصر المقرر خوضه بالإمارات قبل انطلاق منديال الشاطئية مباشرة وتأهل منتخب مصر الأول لأول مرة طبعا بيتأهل إلى نهاية كأس العالم بعد الحصول على المركز الثاني بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في موزنبيق العام الماضي نفسي أفهم لمواتشات وديا وليلة يعني بس يلا ربنا معاهم إن شاء الله ويعملوا نتيجة كويسة وما يكونش مجرد أداء مشارجة